السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي شني احوالكم الصحة بخير ان شاء الله ربي يدوم علينا نعمة الصحة كما تراوي البنات رجعت معاكم في مقترحة جديد دبارة زمنية تعمل 66 كيف اللي هي الحلالم نوع من المعجنات التونسية بالفول الخضر بما انه موسم الفول حبينا نستغله ونعمله منه اطباق متنوعه وهذا طبق زمني تقليدي بنين برشا كل ما نفعل كل فيتامينات في الخضر اللي فيه نتمنى تدخل الفيديو وطبعوا الطريقة باذن الله تنال رضاكم واعجابكم طوى على بركة اللي بش نبدوف بالخضر خديت الخضر نتاعي خسلتها وقصيتها مكعبات جيدة كما تراه اللي هما مع دنوس وسبناخ وجازر وبصل وكزبر وكلافس واخذيت شوية بقول اللي هما لعدس على ثلاثة ألوان كما تراه بالقشرة وأحمر وأصفر وفول المصري الجيدة ذاكا والحمص منفخ وطوى بش نتعدى ونبدو في تحذير الأكلام اخذينا تنجرة غارقة شوية حاتينا فيها مقدار 100 مليليتر زيت مخلط نباتي وزيت زيتونة وطوى بش نبدو بالتقليم تاع الخضر هذه الطريقة اللي تخلي الخضر والبقوليات تتهبأ معناها تذوب ذوبين طريقة صحيحة ومضمونة بإذن الله وكما ريتوها في بداية الفيديو نتيجة متاحة وهذه البقوليات زيت بعد ما خسلناهم هاني أضفتهم طاول الخضر فيهم كان الحمص منفخ وطوى نحط لكم المقادير في صندوق الوصف المكونات مش المقادير خاطر المقادير انتي والكمية اللي بيش تعملها سوف نشعل عليه الغاز للخضر والبقوليات ونخليوه يتقلف كزيت بالجدى 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 من غير ماء في الزيت فقط اهو كراول هنا بدأت الخضرات تذبل تقلت بالجدى 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 بالزيت أكاوقتها في مرحلة هذه نضيف لوا حكار لتر ماء اللي تتغطى الخضر للكل دافي ماء يكونوا سخون هذه الطريقة الصحيحة معناها تعطيك نتيجة مضمونة بش لخول البقوليات بمتاعك تهبأ المرحلة في المرحلة نضيف الفول الأخضر نضيف فلفل زينة أحمر بودر، فلفل مهروش، كروية، ملحة، معجون تماثم، زوز ملاعق كبار، هرسة عربي، فلفل أسود هذا ما نضيفوهم مع وقت الفول بالضبط، وقت اللي أضفنا الفول نضيفوه التوابل نقلبوهم تحريكة خفيفة، بعد نغطيو عليها النار، ونخليها المزيج معناها يغلي بالقداء لنيوصل درجة الغلايين، ونمرو مش نوريكم تاوى لحلالم بالنسبة اللي ما يعرف هايش من خارج تونس، معناها متوينسر كلنا نعرفوها الحلالم دياري مخدومة باليد، ما شاء الله شايحة في حقها هذه هي الحلالم متاعنا، نجم تعاوضها زادة بالمحمصة كيف كيف فما حلالم راية تتباعة معلبة، لكني مطعمها ميجيش كيمة دياري، طوا وصلنا لدرجة الغلايين كيمة تراو وتحققنا اللي التواب بالمعنى هات غلغلت في الخليط، وزادة الفول لخضر طواب باش نضيفو الكمية متاع الحلالم للمرقة بالنسبة كيفاش تعرف الكمية كافية ولا ليك، تهز بالملعقة هكاكا تخرج معها كعبات الحلالم يعني تخرج مخلطة خضرة وحلالم، معناها الكمية اللي حتيناها كافية كان انت تهز بالملعقة المحتوى متاعك وتلقى فيه خضرة من غير حلالم، معناها راية ناقصة تزيدها شوية حلالم وهذا يا راس ثوم كبير، مقشر ومهروس، ضفته في الاخر بالكل، خاطر الثوم طري ياسر، متاع وقت طوى، والريحة متاع وتتنحك نحطوهم اللول، هانا حتيناه في الاخر طوى يمر عليها درج ولا ستة دقايق بالتمام تحضر معنا لحلالم، كيفاش نعرفوها حضرت؟ اما نحطوه فيها وعاء صغير ونذوقوها، او نفهموها بالعين، اللي حبة متاع الحلالم تنفشت، واللي منفوخة كما المقارونة والمحمصة بالضبط، مانيرا يطابت، طوى بش نقدموها وصحة بشفال اللي يجربها وإن شاء الله هالمقطع رح يعجبكم وينر رضاكم بإذن الله، والوصل معي اللي هنا يعطيه الصحة وبرك الله وفيه وليك تشوف قناتي لأول مرة ماذا بيه يتكرم بالاشتراك واللايك والبرتاج، ويرحم والديكم من الناس كل وبرك الله وفيكم وإن شاء الله ها ملتقانا في فيديوهات أخرى وفيه دبارة أخرى، وفيه أفكار الفطور نص النهار لعشر الليل، ودمتم أوفية للقناة، إلى اللقاء في أمان الله